عن مهاجم النادي الاهلي الجديد وسام ابو علي هنتكلم عن كل ارقامه والعمر وعدد اهدافه وكل شيء تخص وسام ابو علي معانا في الحلقة دي لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا فضلا وليس امرا هي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلامة في بداية الامر حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد من متابعينا ومشاهدينا ففضلا وليس امرا ادعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس النادي الاهلي حاليا يا جماعة بقى بيفكر خارج السندوق واقترب بشدة من التعاقد مع اللاعب الدنماركي الفلسطيني الاصول الفلسطينية لاعب وسام ابو علي صاحب الاصول الفلسطينية اللي طبعا حيتم تسجيله في قائمة النادي الاهلي على انه لاعب محلي حيتم تسجيله في قائمة النادي الاهلي كأنه لاعب محلي مش هيشغل مكان حد من القائمة الافريقية وسام ابو علي زي ما احنا عارفين بيعد من واحد من افضل المهاجمين العرب حاليا وسام ابو علي هي نسخة تبقى الاصل من بغداد بنجاح واحد من افضل المهاجمين الموجودين حاليا في الدور السويدي ولاعب عنده الامكانيات والمواصفات اللي النادي الاهلي محتاجها في المهاجم الجديد بتاعه علشان كمية اهضار الفرص الغير طبيعية في المباريات علشان كده هنتكلم وهنعرف كل حاجة تخص اللاعب في الحلقة دي فاتمنى من حضرتك تعمل لايك للفيديو وتوحد الله وتصلى على سيدنا محمد في التعليقات تمام كده ويلا بينا نبدأ الحلقة زي ما قلت لك اسمه اسامة ابو علي من اصول فلسطينية ولكنه اتولد في الدنمارك ولعب مع المنتخب الدنماركي في اكتر من مرحلة سنية اخرهم تحت عشرين سنة اسامة ابو علي موليد تسعة وتسعين يعني عنده اربعة وعشرين سنة وده حاجة كويسة جدا لما يوقع للاهل خمس سنين يبقى لحده عمرك تسعة وعشرين سنة يعني ويديلك خمس سنين في عزه في الوقت الحالي طوله متر سبعة وتمانين سنتي مهاجم طويل طويل جدا زي مودست كده ما شاء الله مركزه في الملعب طبعا مهاجم صريح لاعب مهاجم صريح وبيسدد برجليل اتنين ودي ميزة مش موجودة في مهاجمين النادي الاهلي تمام وبيلعب بدماغه كويس اوي 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 علشان حضرتك تبقى عارف قصة وسام ابو علي بيلعب بدماغه كويس اوي تمام كده تمام كده قمته التسويقية على ترانسفيلد ماركت مليون وخمسمائة الف يورو ومتواجد حاليا مع نادي في السويد بداية وسام ابو علي كان بيلعب مع نادي اللانسبورج ده بدأ معهم في قطاعات الناشئين ثم تدرج في اكتر من مرحلة سنية لحد ما وصل وتصعد للفريق الاول في موسم الفين وستة تمام كده طيب ثم بعدها انطلق اكتر وانتقل يعني ايه تعاقد مع نادي في الدوري الدنماركي في الدرجة التانية سواء نادي فيندي سيسل الدنماركي او نادي سير كيبوركي الدنماركي اللي بيلعب حاليا في دوري الدرجة الاولى وطبعا اخر انتقالات اللاعب كانت مع نادي سيريوس السويدي المتواجد حاليا فيه وسام لعب هذا الموسم كان مباراة ركزه في الارقام علشان تعرفوا ان ده مهاجم فز ومهاجم قوي من العيار السقيل ماقدرش اقول اكتر من كده طيب وسام ابو علي ركزه معايا في الارقام ركزه معايا في الارقام وسام ابو علي لعب ستاشر مباراة في الدوري بمعدل دقايق الف متين واحد واربعين دقيقة يعني تقريبا لعب اربعتاشر مباراة فعلية طيب اربعتاشر مباراة وسام ابو علي جاب كم جون وصنع كم جون وسام ابو علي اللهم لحست ادر يسجل في الاربعتاشر مباراة عشر اهداف وصنع تلت اهداف يعني مساهم في تلتاشر هدف مستويات ما بنشفهاش في الدوري المصري وسام ابو علي ادر يسجل عشر اهداف وصنع تلاتة ومقدم مستويات ممتازة ممتازة وعلشان المستوى اللي بيقدمه وسام ابو علي ده جال عرض من نادي ندوه بـ 800 الف يورو ولكن العرض اترفض من قبل ادارة نادي سيريوس وحاليا النادي الاهلي دخل وبقوة ويكاد حصل على توقيع اللاعب والحاليا الصفقة في الرتوش الاخيرة وسام ابو علي بعت عرض النادي الاهلي بقيمة مليون وخمسمائة الف دولار مليون وخمسمائة الف دولار والصحف السويدية بتتكلم ان اللاعب يقترب من النادي الاهلي بقوة وان المفاوضات متقدمة جدا وان اللاعب وان اللاعب ووالده عندهم رغبة كبيرة 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 جدا في التواجد في مصر وخصوصا في نادي القرن النادي الاهلي الموسم الحالي والده فلسطيني وطلع واتكلم بعد عرض النادي الاهلي واكد واكد نهائيا انه يتمنى واكد انه يتمنى انه وسام ابو علي ينتقل الى النادي الاهلي في الفترة اللي جاية وطلع واتكلم بعد عرض النادي الاهلي واكد فعلا انه يتمنى انه وسام ابو علي يكون متواجد في مصر وخصوصا في النادي الاهلي الموسم الحالي لانه مشجع للنادي الاهلي من زمان واعتقد ان يعني ان رغبة اللاعب برضو هيكون لها دور كبير انه ينهي الامور للنادي الاهلي عمتان احنا هنشوف وهنتابع مع بعض اللي هيحصل في المفاوضات في اللحظات الاخيرة القادمة وهل اللاعب هينضم للنادي الاهلي تمام ولا هيحصل ايه واكيد طبعا هيكون لنا حلقة تانية يعني بالتفصيل هنتكلم فيها بشكل تفصيلي عن ابرز مميزات وعيوب اللاعب وهل هو هيكون اضافة للنادي الاهلي ولا لا لحد هنا انا خلصت كلامي لان فعلا بجد تعبان شوية بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية والسؤال الحلقة هو هل وسام ابو علي هيكون اضافة للنادي الاهلي خصوصا في كم الفرص اللي النادي الاهلي بيضيحها في كل مباراة هل وسام ابو علي هو المهاجم الفذ اللي النادي الاهلي محتاجه الفترة القادمة؟ هل وسام ابو علي بالامكانيات والارقام بتاعته هل هو مناسب للنادي الاهلي ولا الاهلي يفكر في حد تاني؟ دا انا مستني اجاباتكم على كل الاسئلة دي في التعليقات اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة خضرتكم ادعمونا باللايك للفيديو فضلا وليس امرا علشان نوصل الحلقة لكل الناس بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية واستنوني في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته